عشان تبقوا متفقلين ويطل علينا شهر رمضان ان شاء الله بإذن الرحمن بكل خير وفرحة خليني أبشركم ببعض البشارات البشارة الأولى إنها هانت هتقولولي يعني هانت هقولكو يعني هانت سهلة وبسيطة الخنقة دي هانت والصعوبة اللي احنا فيها هانت والبلاء اللي ربنا ابتلانا بيه كبشرية كلها هانت جدا 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 كلام اللي انا بقوله ده حاجتين أمل ومعلومات أمل ومع النصه أمل وتفاؤل واستبشار والنص التاني معلومات وقراءات وتواصلات مع ناس ايديهم في المطبخ ولما نكلم عن كورونا ووباء وفيروس يبقى المطبخ ده يبقى مطبخ الايه مطبخ الطب مطبخ الصحة مطبخ العلاج هم دول أهل العلم هم دول أهل الذكر في هذه الأيام واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون التجارب العلمية اللي بتحصل خلال الأيام الأخيرة معظمها معظمها وأرجو نحاولكم تركزوا في كلامي عشان أنا هستخدم مصطلحات دقيقة قدر الإمكان التجارب العلمية اللي تعاملت في الأيام الأخيرة في مختلف دول العالم في محاولة العلاج لفيروس كورونا معظمها أتى بنتائج إيجابية معظمها ناجح هتقولوا لي طيب حلو بيستنين إيه بقى تمت يلا يعلنوا لا القصة مش سلق بيض مش زي اللي عملتون برح في شام النسيم لا القصة فيما يتعلق بيه اللقاحات أو الأدوية اللي بيتم اعتمدها رسميا لفيروس جديد أو لوباء جديد أو لبكتيريا جديدة أو لمرض جديد بيتعمل أول تجارب على الحيوانات وبعد كده بعد فترة بتتقل إلى تجارب سريرية على بعض المرضى وبعدين نشوف نتيجتها وتتكرر مرة واثنين على المرضى البشر وبعدين نشوف أعراضها الجانبية وبعدين نشوف نسب النجاح والشفاء فيها وبعدين نشوف إذا كنا هنعتمدها ولا لا فالقصة بالطول ومعظم المراقبين معظم المراقبين بيقولوا إنه مش قبل الخريف هتقول لي يا تامر انت جدتك حلعة عبيتهم قال إيه هانت استمروا استمروا بالله كده متبقوش مندفعين وعلى رأي واحد صاحبي كده أهوج هتبقاش أهوج خليك هراسي وعائل كده وحتاخد اللي فيه شفاء إن شاء الله على الخريف هتكون معظم التجارب المعملية لمعظم الأدوية اعتمدت بس هل ده معنى إن احنا هنستنى للخريف لا ده معنى إنه اللجان العلمية اللي موجودة في كل دولة كل دولة موجود فيها الفيروس فيها وزارة صحة وكل وزارة صحة عاملة لجنة علمية من الخبراء والأطباء والمتخصصين عاملين لجنة علمية اللجنة العلمية دي بيعودوا يبحثوا فيها ويشوفوا ايه الحاجات الجديدة وايه الأدوية الجديدة والدوى ده نجح بنسبة قد ايه والدوى ده مع تركيبة الدوى ده مع تركيبة الانتبيوتك دي مع العقار المعين ده ممكن يؤدي لتقليل نسب الوفاة في الفيروس او لتقليل أعراض الفيروس او 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 المرضى اللي بيصابوا في الفيروس يعني هو دلوقتي بشي احنا عندنا مرضى في مصر ربنا يشفيهم ويعفيهم بإذن الله عندنا وفي امريكا عندهم وفي ايطاليا وفي كل دول العالم فيه مرضى بيصابوا بالفيروس المرضى دول بيتحطوا في مستشفيات التابعة على وزارة الصحة عشان يتعزلوا بيتعزلوا بس ولا بيتعالجوا يعني بيدهم أدوية بيدهم أدوية ايه بقى الدواء الدواء ده عبارة عن خلطة كده ميكس ما بين حاجة وحاجة وحاجة كل لجنة علمية في كل دولة بتصل الى ان دي افضل حاجة او افضل تركيبة واصلالها يعالجوا بيها المرضى بتوع الفيروس واحنا الحمد لله نسب الشفاء عندنا عالية الحمد لله والشكر لله ربنا يدمها نعمة وزي ما قال جون جبور مدير منظمة الصحة العالمية في مصر الاسبوع اللي فات في المؤتمر الصحفي قال ان تمانين الى خمسة وتمانين في المية من المصريين جالهم الفيروس وتعالجوا اما بدون علاج خالص او بسبب التركيبة العلاجية اللي بتقدمها وزارة الصحة الكلام ده انا بقوله ده مش في مصر بس امريكا وصل التركيبات من مجموعة الادوية ويمكن الرئيس ترامب الرئيس الامريكي ما بيتبلش موقفولة كل يوم يومين يطلع في مؤتمر صحفي يطلع يقول الدول فلاني بيقول بالاسماء كمان الدول فلاني كزا وخلاص وان اعتبادناه وحننتج منه اتنين مليون عبوة وتمام وتاني يوم يقولك لا ده في دول احسن منه وبتاع ومش عارف الحقيقة هو مالو يعني مسهب بالبيه مسهب قوي في المؤتمرات الصحفية كده ترامب لكن الله هو اعلم يعني فانا اصدي انه معظم الدول وصلت لكده فاطمئنه عندنا حاجات كتير منها ادوية ثبت فعاليتها يمكن كانت ادوية معمولة لامراض تانية زي امراض المالاريا ثم ثبت انه التركيبة واضح انها بتشتغل كمان على الفيروس بتاع كورونا وبيجيب معنا نتائج كويسة كمان ودي بقى مصرية 100% وفقا لمعلوماتي العلاج ببلازمة دم المتعافين العلاج ببلازمة دم المتعافين يعني ايه بلازمة دم المتعافين يعني بيعد عنك فيه واحد جاله الفيروس كويس وتعالج وخف منه الحمد لله ما متش خف منه خف منه ده معناها ايه معناها ان الدم بتاعه قرات الدم والهيموجلوبين استطاعوا ان هم يعملوا شفرة في الدم مناعية ضد الفيروس وانتصرت على الفيروس فاحنا بقى بنجيب اللي خف ده وتعافى بنقول له حمد لله على السلامة تعال بس دينا شوية الدم من عندك برد عندنا بشوية حلوين كده ناخد الدم ده وبعد ما نعمل فيه شغل معملي نقوم حقنينه في المرضى فنحقن فيهم الدم اللي فيه شفرة القضاء على فيروس كورونا واللي نجحت في القضاء عليها في متعافي سابق وصلت الفكرة ولا لسا